يمكن فترة وجودنا في بيوتنا خصوصا في خلال فترة الحظر والحجر المنزلي كانت مرحلة صعبة على الجميع ولكن في نفس الوقت كل شيء صعب كان لي إيجابيات ومميزات خلالتنا نبدأ نتأمل في البيوت ونفكر وأيضا في نفس الوقت نفتقد البلكونات والمساحات الخارجية اللي ممكن تزين البيت وفي نفس الوقت تكون متنزه جميل للعائلة داخل المنزل في حوارنا لليوم وتحديدا في هذه الفقرة رح نتخيل مع بعض شكل البيوت المستقبلية يا ترى لوين رايحين في التصاميم الهندسية للبيوت السكنية مع ضيفي المهندس المعماري أحمد البيك منورنا ساب أحمد الله خليك ونور أهله بداية ما شاء الله تبارك الله واضح من حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي أنك جدا مهتم بالهندسة المعمارية هل أقدر أقول اليوم بأنك عاشق معماري؟ والله هو العشق من زمان مو من دحين يعني من أيام وأنا عمري سبع سنين يعني القصة بدأت من حدود السبع سنوات وأنا عمري سبع سنين كانت الوالدة الله يطول في عمرها والوالد بيجيبونا الليغو للعب بالليغو نشتغل عليها فكنت أسوي لك المباني يعني زي نطحات السحاب شوية شوية يعني كبرت في العمر عشرة سنين بدأنا نلعب بالأشرة حقة الكسيت فصرت أسوي بيها نطحات سحاب بشكل فضيع عرفة لين كنت أوصلها لين السقف فهذا كله بتخيل يعني هذه كله تأثير كان والوالدة كان بتشوفني قال يسمي 8-9 ساعات فبتقولي أنت حتصير مهندس معماري طيب فمن هنا بدأ عشق إلى الهندسة المعمارية وبدأ عشق خلاص توجه إلى الهندسة المعمارية جميل جدا برأيك كيف ممكن يتغير النمط العمراني في المنازل مستقبلا من حيث الشكل الحجم الخامات إيش رح نشوف طيب هو في الأساس يعني لو تطالعي خلينا نتكلم على الجدة القديمة أو المبيئة المحيطة بنا تلاقي أن المباني أصلا كنا إذا تكلمنا على حجام المباني كنا دائما نتكلم على العوائل التي هي المتمددة أو العوائل بيتها للأهل تلاقي الأهل الأب دائما يجيب أولاده أولاده يتزوجوا بيسكينهم معهم بيبني دوار زيادة طيب بعد كده وصلنا للمرحلة اللي هي اللي تقول عليها اللي مرحلة المودن طيب الحداثة طيب فتلاقي النصر وبدأوا يحبوا أن يكونوا شوية مستقلين فتلاقي صاروا يحبوا يطلعوا برا هنا صارت لقيتي أن البيوت بدأت تصغر بدل ما كانت البيوت كبيرة لأصرنا بيوت صغيرة وبدأنا نتكلم على بيوت أصغر طيب إذا تكلمت من ناحية الخامات الخامات بدأت تتغير معنا كل شيء تلاقي الخامات بتطلع أشياء جديدة من ضمنها ممكن دعا حين نتكلم على خليني كده بسرعة على عجالة أقول لك على الاندسترال ستايل طيب اللي بتكلم اللي هو الصناعي الستايل الصناعي لو تجي بواحد يمكن عمره تسعين تمانين سنة تدخلي واحدة من الكافهات الجديدة حيقول لك إيش هذا المبنى ليش ما هو مخلص ليش ما هو مشطب صحيح فالأمانة بيتغير المنظور بيتغير الثقافة ثقافة المجتمع طيب وبين نعكس على الحقيقة على التصاميم حققتنا صحيح ما لاحظ في فترة الحظر أمكن كثير من الناس بدأت تستوعب بيوتها وبدأت تغير في الدكورات الموجودة وبدأت تخصص أيضا أماكن للجلسات الخارجية مع أن الأجواء ما تسمح يمكن هذه الفترة وفي الصيف ولكن بالليل يعني ممكن تكون جلسة خارجية حتى بالدليل كل معارض الأثاث كانت زحمة فعليا في هذه الفترة فكيف صار هذا التغيير معنا هو للأمانة صار تغيير كبير يعني لو تلاحظ الفترة الماضية برضا أنا حرجع مرة تانية خليني كده أرجع برضو المباني القديمة كانت فيها ديناميك عارفة كلها حركة وكان فيها زي ما نتكلم على الكورتيارد في شغلات فيها كورتيارد لذا تكلمنا عن مباني الرياض طيب لا لكن الآن لما تيجي تشوف تلاقي أن المباني كلها سارت بوكسيز طيب وما عندك لا بلوكونات ولو في بلوكونات غير مستخدمة الأمانة لو فيها قصة صغيرة على البلوكونات البلوكونات جايتنا حقيقة من بره طيب من يعني تكلم الأطراز الإيطالي طيب وجات على الحضارة المصرية وجات برضو على الحضارة اللي هي الشامية هناك مشيت لكن عندنا ما مشيت ليش؟ لأنه عندنا الغبرة عندنا لأجواء متربة تتكلم على أجواء حارة فيه شغلات كثيرة أثرت على استخدام البلوكونات يعني للأمانة فيه أشياء كثيرة ممكن نستفيد منها غير القصوصية البرايفيس ستلاحظي أنه زمان يعني ممكن قبل خمسين سنة كان فيه شيء يسمه خارجة طيب ليش الخارجة كانت دائما فيها اكتيفيتة بتصير لأنها مرفوعة وتلاقي الحريمة السلطات الكبار بيجلسوا بيفرشوا والأجواء حلوة بيرشوا مويا بمبدري فتلاقي الأجواء لطيفة فيها فكانت الأكتيفيتة كلها داخل البيت بتصير وبرضو كمان خلينا نتكلم على 30 سنة اللي فاتت كانت كل الأكتيفيتة في البيت بتصير طيب يعني الضامنة كانوا يلعبوا وتلاقيهم يلعبوا كيرا والشغلات هذه كلها رجعت في خلال الحظر وتلاقي الناس كلهم رجعوا له إيش السبب السبب أنه خلينا نقول مع التكنولوجيا اللي صارت في الفترة الحالية لقيت الناس كلهم صار متجهين يعني كله عودة كله يطلع بره كله يطلع يعني مولات عندك عندك التكنولوجيا زي اللي صار هناك الأكتيفيتة زي اللي صار السينما الشغلات كثيرة سايرة بره صحيح طيب فين رايحين الآن بتصميم المنازل إذا تكلمنا عن المستقبل القريب يعني صحيح أنه صار فيه عندنا منازل الذكية صار كل شيء بالجهاز الجوال تقدر تتحكم فيه أو بريموت كونترول بس إيش اللي رح يصير أبعد من كذا طيب خلينا نتكلم لك يعني إذا طلعنا في السؤال هذا هو صار جدا جميل بس خلينا نتكلم عليه من شقين شقة الأول في المدى القريب والمدى البعيد المدى القريب أتوقع ما سيصير تغير كبير أكتر من أنه سيكون ممكن الإنترنت الأشياء سيخش في الموضوع زي ما تفضلت السمارت هومز سيكون ممكن يكون فيها زي ما دوي توجه أكبر على المدى البعيد أتوقع أنه يعني ستلاقي بدأ الأمانة ممكن ستلاقي موضوع الأحواش الداخلية الكورتيارد ستتكلم فيها الكثير من الناس الآن بدأوا يحول زي ما تفضلت يحولوا فراغات عندهم غير مستغلة صوالينهم يحولوها لألعاب يعني مكان ألعاب وشغلات زي كده فهذه اللي سيصير أتوقع في المستغل برأيك كيف ممكن يحولوها يعني يتوقع ينقلوا من البيت غيروا البيت لا صعبة صعبة كيف يحولوا بيت لمساحة مثلا داخلية نقدر نقول لحديقة مثلا ما سوى حديقة دمو البيت حديقة داخلية لها دائما اشتراطات ولها يعني لازم تحطي لها من رأي طريقة الرأي التهوية شغلات كثيرة حتى المصابح الداخلية للأمانة إذا سويتم مصبح داخلي ستأخذ شايف هيدك غير رأيك يعني صعب يكون صعب دائما يكون بس ممكن الانترتيمدس تكون حاجات بسيطة شايفة يعني غرفة ألعاب غرفة ألعاب أتوقع شغلات زي كده تكون حلوة للأمانة صحيح وبعدين لا تنسي كمان الحاجة ضرورية نتكلم عليها أنه يعني الناس الحلوة في البشر دائما تلاقيهم يتأقلموا ويتكيفوا مع أوضاعهم يعني زي داخل لما كان في عندنا الحظر لقيت الناس كلهم على برامج التواصل الاجتماعي بيسووا جلسات مجتمع لكن يعني ما اضطروا أنه حتلاقي أنه التزكة كنتاكت التصير صحيح أنا توقع عندي في البيت فورفيرة وعندي تنسطاولة هذه كلها عندي لأنه فعلا مع الحجر لازم تخلق كذا يعني أجواء ترفيهية عندك في البيت وبنفس الوقت رفعها عن نفسك لا يمكنك تطلع ألعب في البيت صحيح جميل طب خلينا نتكلم عن الدراسات هل نقدر نقول أنه هناك أي دراسات لها تأثير على تصاميم ومساحة المنزل على سلوكيات الإنسان كثير دراسات صارت للأمانة كانت السمسر الماضي كانت واحدة من الطالبات المشرفين عليها كانت في دراسة الماجستير كانت تشوف تأثير الألوان على المدارس طيب إيش تأثير اللون الأصفر إيش تأثير اللون الأحمر وشغلات كذلك كثير وكما لا تنسي كما لو تكلمنا على تأثير البيئة في يعني من ناخد من الأدب الأدب العربي اللي راح الشاعر اللي طلع عند الخليفة وقال له أنت كالكلبي وإذا خير الأبيات قالوا له أخذهم وأدوها أحدة من القصور اللي عندي لأنه جاي من البادية لما جاءوا حطوا في القصر تغير شعره شخصية وشعره تغير صحيح لو تكلمنا خلينا نتكلم بيئة المحيطة بين المساجد طيب تأثير المساجد القباب اللي في المساجد طيب إيش فكرة المسجد إيش فكرة القبة القبة كانوا يقول لك إنه عشان الصوت توزيع الصوت طلعت الفكرة طيب لما جئنا دحين هي جايتنا من حضارات سابقة طيب ومن معابد ومن يعني كنايس سابقة إيش الفكرة هي الاتصال الروحي طيب لما تخشي مسجد وتشوف القبة كبيرة تحس بيش بالتواضع صحيح فهذه هي الفكرة من يعني الإنعكاس الفراغات على إيش الشخص جميل جدا طب قصتك مع الهندسة ما شاء الله تبارك الله امتدت لجانب التوثيق المعماري للمباني التاريخية صحيح فخلينا نتكلم شوي عن هذا الجانب طيب المباني التاريخية الأمانة حاجة حب فضيع للمباني التاريخية خصوصا إذا كان عندك جانبين مننا جانبا المادي والجانبا المعنوي لماذا؟ لأننا نتكلم عن الحضارة العربية والحضارة الإسلامية مليانة بالقصص بالنوعين طيب قيس وليلة تتكلم على إمرأ القيس شغلات كثيرة عندك خصوصا لا ترتبط بأماكن معينة طيب عندك زي عندنا في جدة هنا بيت نصيف حارة المظلوم القصة المعروفة عن حارة المظلوم تتكلم على شغلات كثيرة فهذه الأشياء للأمانة لاحظنا أنه مباني كثيرة سواء في جدة أو في الرياض في العلا بتتهد مع أمرونا الوقت من غير دوكومنتيش لها طيب وثاق لها فاضطرين يعني بندور أبسط طريقة أو أسرع طريقة عشان نقدر تقنية الليزر ستقنية ستقنية في وقت قياسي تطلع لك جاهزة تستفيد منها بعد كده في أي ترميمات أو أي عمال توثيقية ما شاء الله تبارك لأني كأنك تعمل على 3D Max 3D Max لا نحن نعمل على حاجة 3D Revit طيب البن وصلنا للمرحلة 3D Max للأسف أنه ما بيعطيك Object ما فيها information ماشي بينما عندما نعمل على BIM Models BIM Models يعطيك الموديلز فيها كمية information تقدر تعرف حساب كميات المواد اللي جو في هذا الموديلز ما شاء الله يعني أنتم تأخذوا الأماكن اللي لسه ما ترممت ويترمموها عن طريق التقنية عن طريق برنامج 3D Revit نقدر نقولها في واقع افتراضي نرممها ونطلع كيف المفروض تكون بحيث أن أصحاب القرار يقدر يعرف إيش التكاليف اللي ساير معه إيش البلان اللي يقدر يشتغل عليه عشان يبدأ إيش وبتسهل المهمة كده أكيد لجميع طب إيش أهم المناطق التاريخية اللي اشتغلت عليها وعلى توثيقها وكانت كمان مو بس مناطق كانت محطات مهمة بالنسبة لك للأمانة بيت نصيف بيت نصيف البيوت جد التاريخية جاية ليرز وفيها قصص قصص من أيام العثمانيين أيام دخول الملكة عبد العزيز حتى يسمع قصص جميلة جدا في المنطقة فعشان كده أنا جدا أحب الجد التاريخية وبرضو كمان الدرعية درعية فيها كمية تفاصيل وكمية مشتغل في الدرعية كانت حقيقة تجربة جدا جميلة الدرعية إيش أكثر قصة شدتك أو ألهمتك لإعادة ترميم إعادة ترميم حقيقة هي كانت البداية في زي ما تقول كانت تقديم لليونيسكو طيب لما قدمت للسعودية فأول ملف لجد التاريخية طبعا صحبه صارت مشاكل في خلال الفترة هذه صارت حرائق يعني خلينا أقول هذا هو الحقيقة اللي خلان نشتغل فيها يعني تخيل كان عندنا 550 مبنى تاريخي مصنف في خلال عشر سنوات صاروا 350 مبنى فشوفي تخيل الكمية المباني التي تهدت في هذه الفترة وهذه كلها ترى ما عندك عليها أي دوكمنت ولا دوكمنتيشن لها ممكن تعاد بنائها فهذا السبب اللي خلاني الأمانة حمسة وخلاني أشتغل فيها وللأمانة ترى أعرفت كتاب على نفس الموضوع ده كيف ممكن المباني التاريخية يعاد يعني خلينا نقول دوكمنتيشن لها يسل لها توثيق توثيق لها طيب وبعد كده بتخش في البروسيس حق اليونيسكو طيب جميل جدا اسم الكتاب عشان طيب هو للأمانة هتش بيم هرتش بيم موديلينج إمليمينتينج فور يونيسكو إيشيو ووبرتينيتيز سيد أحمد ملقيت اسم يعني أفضل من كده هتش بيم هذا وإن شاء الله بندور عليه طيب أنت مهتم كمان ما شاء الله لك تحت البحار في أعماق المحيطات إذا القيت سفن كمان بترمموها فاحكينا كمان عن هذا الجانب هذا كمان واحدة من الأشياء يعني خلينا أقول الريسيرشز اللي صار يعني أخذنا عليها دعم من الجامعة المركز العزيز وهذا شيء كان جميل بتعاون مع كمان كلية العلوم البحار فالفكرة من البحث هذا أنه بنعمل لسفن الغارقة طيب وبعد كده نطلعها يعني منطلع للسفن منطلع لها ونطلع لها ونطلع لها ونطلع للسفن والطلباء والناس يعني المهتمين يدروا يخشوا على السفينة وتفرجوا على ما سير جواه يعني للأمانة اللي يعني مهتمين بالغوص عارفين بيشتغلها السفن تعتبر يعني خلينا أقول بيئة غنية جدا للمرجان للأسماك أنواع أسماك كلها تطلع جاد لكي تجي المرجع يستوطن السفن يستوطن السفن تعتمد على أنه فيه حديد في شغلات زي كذا فتلاقي المنطقة هذه جدا غنية وجدا يعني حقيقة أكثر النص المهتمين بالسياحة وبالغوص يحبوا يأتيوا على ماكن اللي هنا عندنا في جدة حلو في الريد سيبي صفاعة عامة فهذه هي الفكرة بعد كده نحن من الجانب العلمي أنه بناخد السفن هذه بنعمل لها دراسات وتحليل ونعرف قديش معدل إنحلال السفينة فهنعرف قديش يعني السفينة قديش كم سنة كم سنة لها تحت الماء ومتا كم سنة وتنتهي جميل جدا صراحة عالم التراث أو المناطق التاريخية سواء في البر أو البحر عالم كبير جدا وعميق فيه الكثير من الأشياء اللي ممكن تفاجأك وتتعلم منها في نفس الوقت سعيد جدا بحواري معك أستاذ أحمد ونتفنالك أكيد كل التوفيق في هذا المجال شكرا جزيلا شكرا لك مشاهدين مكملين معكم أكيد وبعد الفاصل أخبار ساعة شباب من حول العالم انتظرونا شكرا لك وانا في المكان في فلقة حولي مش عايز حد ياخد باله من لنا فيه شكت الأمر صهر لنا لي وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباك تنفتح لي لي تقفي لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر